اشتركوا في القناة عنوان هذه الوحدة وهي المادة الدرس الأول الذي سنتناوله بإذن الله سبحانه وتعالى ما خصائص المادة الصلبة أما بالنسبة للدرس الثاني ألا وهو ما خصائص السواهل والغازات ما خصائص السواهل والغازات الفكرة العامة ومفردات الفكرة العامة أولا الصلبة ما هي المادة الصلبة مادة لها شكل محدد خاص بها كيف لها شكل محدد بهذا الشكل؟ شكلها محدد هل نستطيع التأثير وتغيير الشكل؟ نعم نستطيع التأثير على المادة الصلبة ونغيير شكلها المصطرح الثاني وهو السواهل مادة تأخذ شكل الوعاء الذي توجد فيه المصطرح الثالث الحجم ما هو الحجم؟ مقدار المكان الذي يشعله الجسم هل يشترط أن يكون الجسم سائل؟ لا سنتنوالها بإذن الله سبحانه وتعالى وسنتطرق لها بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى كما بعد المفرد الذي الغاز الغاز مادة تنتشر لتملأ المكان الذي توجد فيه كيف يعني؟ مثلا بالونة الصباحة هذه الهواء الذي يوجد فيها ملأ بالونة الصباحة وبالتالي أخذت شكل بالونة الصباحة هذه بالتحديد أنظر وأتسأل كيف تتشابه الأشياء في هذه الصورة وكيف تختلف في عندنا مجموعة من الأجسام الصلبة الفرشات الألوان بدون وضع الماء أعواد المثلجات الأزارير الأعواد هذه إلى آخره طيب فيما تتشابه وفيما تختلف فيما تتشابه وفيما تختلف هذه الأشياء جميعها أسام صلبة وتختلف فيش في اللون والشكل والحجم هل هذا الشكل يشبه هذا الشكل؟ لا لا اللون أيضا هل يتشابون في اللون؟ أيضا لا الحجم هل يتشابون في الحجم؟ أيضا لا ولكن جميعها مواد صلبة جميعها مواد صلبة أقرأ وأتعلم السؤال الأساسي ما خصائص المواد الصلبة؟ هذا الذي سنتطرعه بإذن الله سبحانه وتعالى له في هذا الدرس مفردات المادة الصلبة المادة الصلبة ما المادة الصلبة؟ ما هي المادة الصلبة؟ ما أنواع المواد التي أراها حولي؟ انظر من حولك في الغرفة التي أنت فيها حاليا ما هي أنواع المواد حولك؟ يوجد العديد من المواد طيب المادة الصلبة مادة لها شكل محدد خاص بها ولها خواص مثل بقية المواد يعني مثلا التنفاذ له شكل محدد مادة صلبة لها شكل محدد الصلصال مادة صلبة ولكن لها شكل محدد الكوم الجوال أيضا النظارة المواد الصلبة لها شكل محدد ولها خواص زي أشي الخواص؟ زي اللون زي الوزن الكتلة إلى آخره بعض المواد الصلبة ينثني وبعضها الآخر يتكسر عند ثانية زي أشي مثلا؟ زي الزجاج وبعضها يطفو على الماء مثل الفلين وبعضها الآخر يغوص فيه مثل الحديد الصلب تتكون المواد الصلبة من مكونات مختلفة فالمواد مثل الحديد والأخشاب والمواد البسيكية كلها قاسية كلها مواد قاسية بينما قد تكون المواد الصلبة خشنة أو ناعمة الملمس ما هو شرط أنه أي مادة صلبة تكون خشنة وله هو شرط أنه أي مادة صلبة تكون ناعمة قد تكون خشنة وقد تكون ناعمة واضح بعض خواص المواد الصلبة فعندما المادة الأولى الصخر هذه الصخرة ما هي خصائصها؟ هل هي صلبة ولا لا؟ صلبة قاسية ولا لا؟ قاسية بها نتوآت أو لا؟ نتطرق لها بإذن الله سبحانه وتعالى حاليا قاسي منقط خشن هذه أبعض الصفات الموجودة في هذا الصخر ننتقل إلى المادة الأخرى هذه الخيوط الملونة تذكروني بعض الصفات فيها أو نذكرها سويا يلا ناعمة هل هي ناعمة ولا لا؟ نعم لا ناعمة ولونة في أكثر من اللون الأصفر البرتقالي الوردي الأخبر الأزرق إلى آخر طويلة نعم رفيعة نعم واضح يا أبطال؟ نشوف الصورة التي بلورة من الزجاج بلورة من الزجاج ما هي أبرز خصائصها؟ قابل الكسر ولا لا؟ قابل الكسر قابل للكسر نعم قابل للكسر إذا وقعت الزجاجة من يدي فإنها تنكسر على حسب صلابة صلابة الزجاجة هذه اللعبة البلاستيكية زرقاء لونها أزرق لينة نعم لينة مطاطية نعم مطاطية هذه كلها هذه من صفات المواد الصلبة كل مادة صلبة لها صفات تخلف عن المادة الصلبة الأخرى ننتقل للتي تريها في عندنا اسفنج البحر هذا اللون أصفر لين نعم لين فيه فجوات نعم فيه فجوات طيب الزجاجة اللي قبل شوي فيها فجوات لا يوجد بها فجوات ممتازين السلصال صديقنا هذا مع قطعة من السلصال في يده طيب ما هي خصائص السلصال؟ لين نعم لين قابل للتشكيل؟ نعم قابل للتشكيل قد أصنع منه شكل مربع أو شكل دائري أو أشكال أخرى متماسك؟ نعم متماسك وأستطيع أن أشكله مثل ما أريد حقيقة ليست كل المواد الصلبة قاسية هل جميع المواد الصلبة قاسية؟ لا السلصال عندنا أمامنا ليس قاسية ننتقل للتي تريها ما بعض خواص المادة الصلبة ما بعض خواص المادة الصلبة المواد الصلبة بعضها يطفو وبعضها يغوص ومنها ما هو قاسي زي المواد اللي قد نحق قبل شهي الصخف ومنها ما هو شفاف الزجاج ومنها ما هو ناعم واضح يا أبطال ومنها ما هو خشن ناعم مثل الخيوط ومنها ما هو خشن بعض النوع الخشاب ضويل قابل للكسر مثل الزجاج واضح يا أبطال كيف نقيس المواد الصلبة كيف نقيس المواد الصلبة نقيس المواد الصلبة باستخدام أدوات تسمى أدوات القياس مثل إيش تستخدم المسطرة لقياس طول المادة وعرضها وارتفاعها المسطرة لقياس الطول والعرض والارتفاع نشوف اللي بعدها المساطر تقيس الطول بوحدة السنتيمتر يستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس كتلة الجسم ويمكن قياس الجسم بطرق مختلفة فمثلا يمكن قياس كتلة وطول قطعة قطعة من التباشير طيب بهذه الطريقة طول قطعة التباشير هذه 10 سنتيمترات تقريبا لو نلاحظ بدأنا من الصفر تقريبا 10 سنتيمترات تقريبا أنتقال التي تليها أقيس المسافة حول قطعة التباشير باستخدام الخيط عندنا أداة قياس أخرى ثم أقيس طول الخيط باستخدام مسترة هذا الخيط أيضا طلسته باستخدام باستخدام المسطرة ما الأدوات التي يمكنني استخدامها لقياس المواد الصلبة تستخدم المسطرة لقياس قول الجسم وعرضه وارتفاعه هذه المرة الثانية أذكرها ويستخدم الميزان لقياس القتلة أفكر وأتحدث وأكتب أرخص أذكر بعض الأمثلة على المواد الصلبة يلا يا ابطار نذكر المنضدة الكرسي الصخرة اللعبة الجوال الكوب النظارة التلفاز الكمبيوتر كيف يمكنني قياس المادة الصلبة زي ما ذكرنا قبل شوي قلنا في عندنا أداة تقيس الطول والعرض والارتفاع نستخدم المسطرة لقياس طول الجسم وعرضه وارتفاعه ويستخدم الميزان لقياسه الكتلة ممتازين السؤال الأساسي عندنا ما خصائص المواد الصلبة ما خصائص المواد الصلبة من خواص المواد الصلبة أنها قاسية وقد تكون خشنة أو ناعمة الملمس ومتماسكة أو بها فجوات طيب ناخذ اللي بيعها فجوات زي ما اشتكرنا يا الله يا ابطال السفنج البحري ممتازين وقد تكون لينة أو قابلة للتشكيل مثل ايش؟ صديقنا اللي قبل شوي اللي ماسك القطع بيده وإش هي الصلصال الممتازين حاليا ننتقل إلى الدرس الثاني عندنا لهذا اليوم ومراجع سريع على هذا الدرس وهو يتكلم عن السوائل والغازات أنظر وأتسأل أي الأوعية؟ عندنا مجموعة من الأوعية موجودة في الخلف زي ما هو عندك موجود في الكتاب وزي ما هو موجود عندنا على هذا العنوان على قنوات عين أي الأوعية يحتوي على أكبر كمية من السائل ولماذا؟ في عندي وعاء صغير في عندي وعاء كبير في عندي وعاء متوسط في عندي وعاء مليء في عندي وعاء يجلبه النصف في عندي وعاء يجلبه أسفله طيب أي الأوعية يحتوي على أكبر كمية من السائل ولماذا؟ الوعاء الذي يحتوي على كمية أكبر من السائل هو الوعاء الذي يحتوي على حجم أكبر من السائل وأعتقد ذلك لأنه كلما زاد الحجم زادت الكمية السائل المفردات التي سنتناولها بإذن الله سبحانه وتعالى هي السائل الحجم الغاز السائل الحجم الغاز ما السائل؟ أو ما هو السائل؟ السائل نوع من المادة يأخذ شكل الوعاء الذي يوضح فيه بمعنى إذا وضعنا السائل في وعاء مربع فإنه يأخذ الشكل المربع إذا وضعنا السائل أيضا في وعاء دائري فإنه يأخذ شكل الوعاء فيه المقصود من الكلام أنه أي وعاء مهما كان شكله وضع فيه السائل فإن هذا السائل يأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه فإنه يأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه وإذا لم توضع السوائل في وعاء فإنها تنساب ولا تأخذ شكلا محددا جميع السوائل لا كتلة أي سائل عندنا له كتلة أي سائل له كتلة بعضها خفيف كالحليب السوائل عندنا منها ما هو الخفيف ومنها ما هو الثقيل الخفيف كالحليب من يعطيني مثال آخر الماء ممتازين وبعضها الآخر غليب كالعسل أيضا اللبن وهو مثال على السائل الغليب هذا الماء أخذ شكل سطح الأرض الذي تجمع فيه لو لاحظ هذا السد الماء وصل السد لا يوجد وعاء ويوجد سد أخذ هذا الماء شكل المكان الذي تجمع فيه على سطح الأرض طبعا هذا المنظر موجود في أحد المصايف في المملكة العربية السعودية وهي في مدينة الباحث مقدار المكان الذي يشغله السائل يسمى الحجم مقدار المكان الذي يشغله السائل يسمى الحجم لقياس حجم السائل نستخدم كأسا مدرجة هذا هو المخبار المدرج وهذه الكأس المدرجة هذا هو المخبار المدرج وهذه الكأس المدرجة ويقاس حجم السائل بوحدة الملي لتر الملي لتر باللام لتر القياس في الصورة كأساء القياس في الصورة يحتسعان للكمية نفسها يعني في عندنا هنا كأسين كل واحد يحتوي يتسع إلى 500 ملي لتر ولكن أحدهما يحتوي على كمية أكبر من الآخر لو نجي نلاحظ على هذا الكأس كم أخذ؟ 50 ملي لتر بينما الآخر أخذ كم؟ 100 ملي لتر بلط خلاص يا أبطال؟ ننتقل للفقرة التي تأتي أذكر بعض خواص السائل من خواص السائل أنها تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه مثل ما ذكرنا سابقا والسوائل لها كتلة السوائل لها أيش؟ كتلة وبعضها خفيف مثل إيش؟ مثل الماء مثل الحليب وبعضها كثيف والآخر كثيف مثل إيش؟ العسل اللبن والسوائل لها حائل لها حجم قياس الحجم نفس الكأسان الذين كانوا معنا قبل قليل هذا يحتوي على 50 ملي لتر وهذا يحتوي على 100 ملي لتر كم ملي لترا من السائل في كل من الكأسين؟ المخبار الأيمن به 50 ملي لترا أما المخبار الأيسر فبه 100 ملي لترا طيب أيهما يحتوي على كمية أكثر؟ هذا ولا هذا؟ ممتازين بالضبط هذا المواد الصلبة والسائلة والغازات لها إيش؟ حجم جميعها لها حجم الصلب والسائل والغاز له حجم واضح يا ابطال؟ ننتقل للتي تلي ما الغاز؟ ما هو الغاز؟ مادة تنتشر فتملأ المكان الذي توجد فيه مثلا انتشر الغاز في الغرفة ملأ المكان الذي هو فيه أو غرفة امتلعت بالغاز طيب هل نحس فيه؟ لا نحس فيه الهواء الذي نتنفسه يتكون من عدة غازات أحدها غاز الأكسجين لا نرى الغاز في الحواء هل نستطيع أن نرى الغاز؟ لا نرى الغاز في الهواء ولكنها موجودة لكل مكان حولنا ونعرف أنها موجودة عندما يملو بها بالون أو كرة لو أخذت بالونة وبدأت في النفخ وش اللي صار؟ امتلعت هالبالونة بالهواء هل يوجد داخلها غاز؟ نعم يوجد داخلها غاز طيب أول ما نشوفه ولكن من خلال البالون اتضح لنا أنه داخل البالون هذا يوجد غاز كما نحس بالهواء عندما تهب الرياح كيف نحس بالهواء؟ عندما تهب الرياح نحس بهذا الغاز المادة هي أي شيء يشعل مكانا وله كتلة الغاز أيضا يعتبر مادة لأنه يشعل مكانا وله كتلة كيف أعرف إذن أن للغاز كتلة؟ كيف أعرف أن الغاز كتلة؟ نأخذ عصى مثل العصى هذه أخذ بالونين أملأ أحدهما بالهواء الآخر أتركه بدون هواء وفي الوسط أضع حبلا مثل حبل الميزان سنلاحظ أن الكفة التي يوجد بها البالون المنلوء بالهواء تميل أي تعتبر أفقل بينما هذه لا تميل لأنها تعتبر أقل وبالتالي هذا أفقل لأنها مليئة بالهواء تعمل العصى عمل الميزان كتلة البالون المنفوخ أكبر من كتلة البالون غير المنفوخ واضح يا أبطال؟ توجد الغازات في كل مكان حولنا هل توجد في غرفة؟ نعم توجد في غرفة هل توجد في السيارة؟ نعم توجد في السيارة هل توجد في غرفة الصف؟ نعم توجد في غرفة الصف توجد في الخارج أيضا توجد في كل مكان حولنا توجد إيش توجد الغازات أفكر وأتحدث وأكتب أصنف أعمل قائمة بالأشياء الموجودة في الثلاجة قائمة أولا ثم أصنفها إلى صلبة أو سائلة أو غازية يلا أول شيء نعمل قائمة بالأشياء الموجودة في الثلاجة بسم الله المشروبات الطعام الماء الخضروات والفواكه وأيضا الهواء طيب نبدأ نصنفها إلى ثلاثة ثلاثة قوائم الصلبة السائلة الغازية المواد السائلة أولا المشروبات والماء المواد الصلبة الطعام الخضروات الفواكه المواد الغازية وهي أفكر وأتحدث وأكتب فيما يختلف الغاز عن السائل فيما يختلف الغاز عن السائل الغاز ليس له شكل محدد بينما السائل يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه السؤال الأساسي ما خصائص السوائل والغازات ما خصائص السوائل والغازات في عندنا مجموعة من الخصائص للسوائل وخصائص أخرى للغازات السوائل تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه زي ما ذكرنا في الأمثلة السابقة إذا وضعناها في وعاء مربع أو دائري فإنها تأخذ نفس شكل الوعاء الذي توضع فيه وإذا لم توضع في وعاء فإنها تنساب ولا تأخذ شكلا محددا وجميع السوائل لها قتلة وبعضها خفيف زي إيش زي الماء وبعضها غليط ومثاله إيش العسل أو اللبن العسل أو اللبن الغازات الغازات تنتشر فتملأ المكان الذي توجد فيه ولا نراها نرى الغاز؟ لا نراها ولكنها موجودة في كل مكان حولنا وليس لها شكل خاص بها ولها إيش؟ كتلة ولها كتلة مراجعة الفصل التاسع مراجعة الفصل التاسع في عندنا المفردات أربع مفردات ألا وهي الغاز الصل السائل حجما أكمل كل من الجملة التالية بالكلمة المناسبة الجملة الأولى المادة التي قد لا نراها وتنتشر لتشغل المكان الذي توجد فيه تسمى إيش؟ هيا أبطال من يقل لنا؟ الغاز ممتازين الغاز الجملة الثانية المادة فراغ لها شكل محدد خاص بها ها؟ ماذا نضع في الفراغ؟ الصلبة ممتازين المفردات الثالثة المادة التي تسيل وتأخذ شكل الوعاء الذي توجد فيه تسمى إيش؟ ممتازين السائل الفقرة التي تليه طبعا حاليا ظهر لنا بعائين من الماء تسع القارورة اليمنى فراغ أقل من الماء مقارنة بالقارورة اليسرى ها؟ حجما ممتازين حجما أجيب عن الأسئلة التالية وسجل البيانات فيما تتشابه الكرتان وفيما تختلفان أي الكرتين لها كتلة أكبر؟ طبعا في عندنا هنا ميزان الكفة ما إليها جهة الكرة هذه الكرة البنفسجية هذه الكرة وهذه الكرة ولكن تختلفان في عدة طرق في عدة أمور نتناولها بالتفصيل حاليا بسم الله تتشابه الكرتان في أن كل منهما مادة صلبة هل هذه صلبة؟ نعم صلبة هل هذه صلبة؟ نعم صلبة ولهما شكل كروي هذه كروية وهذه كروية ويختلفان في إيش؟ في اللون هذه لونها أخضر والأخرى لونها بنفسجي والكتلة هذه كتلتها أكبر من هذه والملمس هذه ملمسة ناعم هذه ملمسة إيش؟ خشن أجيب عن الأسئلة التالية أرخص ما الأدوات التي يمكن استخدامها لقياس المادة؟ يمكن استخدام المشطرة لقياس الطول والعرض والارتفاع للمادة الصلبة يستخدم الميزان في قياس إيش؟ في تقدير كتلة المادة يستخدم المخبار المدرج أو الكأس المدرج في تقدير حجم إيش؟ حجم السائل أجيب عن الأسئلة التالية أقارن خواص المادتين الصلبة الاتيتين وش عندنا هنا؟ عندنا هنا صغر وعندنا هنا خيوط ملونة أقارن بين خواص الصغر وبين خواص إيش؟ الخيوط الملونة أولا الصغر قاسي منقط خشل بينما الخيوط الملونة ناعمة وملونة وطويلة ورفيعة واضح يا أبطال؟ ننتقل إلى السؤال الذي يليه ما نوع المادة التي تملأ هذه البالونات؟ هل هو سائل؟ هل هو صلب؟ مادة غازية بالضبط ما أنواع المادة المختلفة؟ المادة الصلبة والمادة السائلة والمادة الغالية اختر الإجابة الصحيحة طبعا هذه عندنا في نموذج الاختبار انظر إلى المخطط المجاور في عندنا الغاز في عندنا سائل في عندنا صلب أي العبارات تكمل الفراغ في المخطط؟ أشياء لا يمكن رؤيتها الخواصة المختلفة أشياء لها شكل ثابت أنواع المادة ما هي الإجابة الصحيحة؟ ممتازين أنواع المادة التي تليها أنظر إلى الصورة في عندنا خيط وكأس قياس ومصطرة وميزان وكفتين أي الأدوات يمكن استخدامها لقياس هل هو الخيط؟ أم كأس القياس أم المصطرة أم الميزان وكفتين هاي أبطال كأس القياس بالضبط وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارجوا من الله التوفيق للجميع السلام عليكم